طعن الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب بقرار ولاية ماين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهورية التمهيدية للانتخابات الرئاسية وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق المحكمة العليا لولاية كلورادو اعتبرت ولاية ماين أن الرئيس السابق ليس أهلا لتولي منصب الرئيس بسبب موقفه خلال اقتحام حجد من أنصاره لمقر الكونغرس في السادس من يناير 2021 فيما وطلب محامو ترامب من القضاء في ولاية ماين ابطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوس